ولسه مكملين معاكم الجزء الثاني من احتفالات قناة النايل دراما وتكريم نجوم دراما 2018 واللي تم فيها تكريم مجموعة من نجوم الفن والدراما الكبار ومنهم النجم والفنان الكبير صلاح السعدني صاحب التاريخ ومشوار الفن الكبير في السينما والتلفزيون اللي قدم للدراما المصرية علامات مذيئة على سبيل المثال طبعا العمل الرائع ليلة الحلمية يذكر كمان ان تتسلم درع وجائزة تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني هو نجلو الفنين أحمد صلاح السعدني تعالوا نكمل لقاءتنا من داخل الاحتفالية ونشوف لقاءنا حاليا بالفنينة شاري عادل وكمان الفنينة الشابة هنة الزهد تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم احنا بنعرف ردود الأفعال من الجوائز ومن رد فعل الناس في الشارع فدي بتبقى جزء مهم جدا انك تعرف اذا كنت ماشي في طريق صحة او بتختار صحة او الدول اللي عملتوا اكتهدت فيه اولا طول الوقت بتبقى الوحد عايز يشتغل على نفسه اكتر طبعا وبيتمنى ان هو يبقى بيتقدم في شغله وبيختار احسن بس الحمد لله ما فيش حاجة عملتها ندمت عليها او حاجة مزعلاني في شغلي او كده خالص انا بتفهم طبعا انه من حق الناس انه مدام بتحبك لازم تبقى عايزة تعرف اخبارك ويعني بيبقى انا مش زعلان ان الناس كانت طبعا نفسها تعرف الخبر بس انا لما كان فيه خبر فعلا نزل رديت يعني ردينا احنا على الاشياء لما لقينا ان الموضوع محتاج ان احنا نرد ردينا بس انا ما بزعلش ان الناس ابدا تبقى يعني بتكلم في حياتك الشخصية طبعا هو اكيد حياتي الشخصية ما حبش اتكلم فيها بس ما بزعلش من الناس لان اكيد هم ما يعني بيبقى لما بيحبوا حد بيبقى عايزين يعرفوا اخباره فانهم متفاهمة ده طبعا لسه ما اخدش قرار خالص على السنة جاي هعمل ايه بس ان شاء الله يعني اختر حاجة تعجب الناس